بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم فمن بيت الله الحرام ومن جوار الكعبة الشريفة ومن مهبط الوحي ومن ساحات المسجد الحرام ألتقي بكم في هذا اللقاء المتجدد لنقف في كل لقاء مع آية أو آيات من كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم الكتاب الخاتم الذي نزل على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي أعز الله عز وجل به هذه الأمة والذي جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب السماوية قبله والذي حفظه الله سبحانه وتعالى فبقي هذا الكتاب محفوظا بحفظ الله من التحريف والتبديل والتغيير وسيبقى هذا شأنه إلى يوم القيامة إلى اليوم الذي يشاء الله عز وجل فيه نهاية هذه الحياة لهذا المخلوق الإنسان فعندها يرفع ترفع هذه الآيات من الصحف فهذا الكتاب العظيم الذي فيه ذكر هذه الأمة والذي جعل الله عز وجل فيه الهدى للناس فهذا الكتاب طبيعته ورسالته فرسالته الهدى وطبيعته أنه روح فالهدى بهذا الكتاب يخرج الله سبحانه وتعالى من شاء من الظلمات إلى النور وبهذا الكتاب يخرج الله عز وجل الإنسان من دائرة الأموات إلى الأحياء فهذا الكتاب شأنه عظيم الموفق من هدي لهذا الكتاب الموفق من وقف مع آيات القرآن العظيم أما من أراد الله عز وجل به شر فهو المنصرف عن هذا الكتاب المعرض عنه فشأن الكتاب عظيم وآيات القرآن أمرها جليل لذلك كان الأدب في التعامل مع هذا القرآن يقوم على تلك الأمور الأربعة التي نكرر التذكير بها لوجود الحاجة إليها حقيقة كلما أقبل الإنسان على القرآن تلاوة وكلما استمع لآيات القرآن وكلما ورد في خاطره أن يقبل على القرآن فإنه لا بد أن يتذكر أن هناك أمور أربعة بالقيام بها تكون العلاقة مع القرآن علاقة صحيحة أما أول هذه الأمور الأربعة فإنما هو أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن فهذا الأمر الأول فأنت مطالب لتحسين العلاقة مع هذا الكتاب أن تقرأ آيات القرآن وأن تسمع آيات القرآن وأن تسمع آيات القرآن الأمر الثاني الذي تحسن به العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى هو الفهم والتدبر في آيات هذا الكتاب فنتدبر لنصل إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى أما الأمر الثالث إنما هو الإيمان واليقين الإيمان واليقين بما جاء في القرآن الإيمان واليقين بحقائق القرآن أما الأمر الرابع فإنما هو العمل والانقياد لما جاء في القرآن وما أمر الله عز وجل به فيكون بالفعل وما نهى الله عز وجل عنه فيكون بالترك وما أمر الله جل جلاله وما جاء في الكتاب من الأخبار فيكون بالإيمان واليقين والتصديق فإذا هذه أمور أربعة بها يحقق الإنسان أدب التعامل مع القرآن ويقيم العلاقة مع القرآن على طريق صحيح وعلى منهج سوي مستقيم وما أحظ الإنسان عندما يكون تعامله مع القرآن وبنيت علاقته مع القرآن وفق هذه الأمور الأربعة ما نقف معه في لقائنا هذا إنما هو الوقوف مع آيات من سورة آل عمران هذه السورة المدنية العظيمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتها بعد هجرته من مكة شرفها الله إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فكان وقوفنا في درسنا الماضي مع مرحلة من المراحل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مجتمع الإسلام من خلال الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن جمعتهم المدينة النبوية مهاجرين وأنصار اجتمعوا فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يسألون وهو من يرجعون إليه وهو من يتأسون بفعله وبتوجيهه صلوات ربي وسلامه عليه فتلك كانت مرحلة حقيقة من أعظم ومن أهم المراحل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أثمرت بعد ذلك ذلك النموذج القدوة الذي أعلن الله عز وجل عنه رضاه في أعظم محفل وأعظم موقف وأشرف مكان على صعيد عرفات عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذن هذا الرضا الذي أعلنه الله عز وجل وتضمن رضا بما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته هو وبما أوصل إليه أصحابه رضوان الله عليهم ما أوصلهم إليه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى وبدين الله ومن العمل بذلك كله فعندما وصلوا إلى ذلك الأمر أو ذلك المستوى فأعلن الله عز وجل رضاه عنهم وأنهم ليبقوا على ذلك الأمر ولا يغيروه وهو أيضا تضمن إعلام بنجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمته التي أوكلت إليه صلوات ربي وسلامه عليه بل في أعظم مهمة وأنبلها وأرفعها وهو أن يخرج للناس النموذج المرضي عند الله سبحانه وتعالى من كل جوانبه سواء كان في عقائدهم أو سواء كان في شعائرهم أو معاملاتهم أو أخلاقهم أو التزامهم بالمنهيات فكل ذلك وصلوا فيه إلى مستوى رضي الله سبحانه وتعالى عنه فلذلك هذا الأمر أقول أيها الإخوة ما نحن فيه يمثل مرحلة نحو ذاك الهدف الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف ويعني ما أخبر الله عز وجل أيضا قبل وفاته في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه كان مرحلة وهذا لبها وجوهرها وأيضا كان في تلك المرحلة الاستمرار والديمومة من النبي صلى الله عليه وسلم في توسيع دائرة أهل الإسلام في توسيع دائرة أهل الإسلام أفرادا ومكانا فكان صلوات ربي وسلامه عليه لم تتوقف دعوته لم يتوقف سعيه لم يتوقف حرصه ودأبه لم يتوقف ولم تتوقف عاطفته ورحمته بالناس عموما أن يدخلوا في دين الله عز وجل فلذلك مع ما كان يحتاجه مجتمع المسلمين من الأنصار ومن المهاجرين من القيام بثربيتهم والانتقال بهم في مراتب الدين والقيام بشعائر الإسلام كلها إلا أن ذلك لم يثنيه ولم يجعله يترك ويغفل وينسى أنه أيضا مطلوب من أن يبلغ دين الله عز وجل ليهتدي من أراد الله عز وجل له الهدى ولتقام الحجة على من لم يرد الله عز وجل هدى فلذلك كانت دعوته مستمرة ودائمة أيضا كان هناك ميدان ثالث وهو أن هناك من لم يعجبه ولم يرضى بقيام ذلك النموذج المسلم والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاه وهم أهل الكفر ومن امتلأت قلوبهم بالغل والحقد والحسد والكره والبغض والكراهية للحق وأهل الحق ولمن رضوا بأن يكونوا في كنف إبليس وأن يكونوا في جنده بل أن يتأبلسوا مثله فأمثال هؤلاء لم يرضوا ولن يرضوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ما هم فيه فلذلك كانوا ينازلون النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة والعداء فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينازلهم ويواجههم ليمنع أذاهم عن أهل الإسلام وليردهم وليكبت ضغائنهم وأحقادهم وأيضا ليكف أذاهم فإنه يعني من معهم ومن يتحرك معهم قد يكون ممن هو مغلوب على أمره أو ممن هو مخدوع بهم فكان في كبتهم إتاحة الفرصة أيضا لأولئك أن يروا الأمر على نور وعلى بصيرة فيختاروا لطريقهم أن يقبلوا الحق أو أن يبقوا على ما هم فيه فلا يكون هناك أمامهم عمن يمنعهم من أن يقبلوا الحق وتتضح لهم الصورة فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينازل هؤلاء الأعداء أيضا يرد على شبههم فإنه لم تكن المنازلة فقط هي منازلة السنان والقتال بل كان هناك ميدان للنزال عظيم وأعظم وهو المنازلة في رد الشبهات والمكر والكيد الكبار الذي كان يفعله أولئك الخصوم تشكيكا لأهل الإيمان وبثا للشبهات في نفوس المسلمين حتى يضعف إيمانهم وتقل الثقة في نفوسهم بدينهم وبرسولهم صلوات الله وسلامه عليه وبكتابهم القرآن العظيم فكان هذا ميدان أيضا من أعظم الميادين التي نازل النبي صلى الله عليه وسلم فيها خصومه وفي ذلك كله نجد القرآن العظيم حاضرا في كل تلك الميادين سواء كان في ميدان التربية والارتقاء والتعليم للصحب الكرام أو سواء كان في قضية المنازلة بالسنان أو سواء كان في قضية المنازلة بالكلمة أو سواء كان في قضية الدعوة والبلاغ المبين للناس فإننا نجد القرآن حاضرا في كل تلك الميادين وغيرها فمرة يقوم مقام التوجيه ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقوم في قضية الحفظ والصيانة له في طريقه عليه الصلاة والسلام ومرة ثالثة في توجيهه لما ينبغي أن يفعله أمام تلك الأمور التي تمر به صلوات الله وسلامه عليه ومرة الرابعة مع المؤمنين مباشرة وما يعملون يعني في دورهم وفي ميادينهم وفي اجتماعاتهم وما يكون منهم من كلمات وما تعتلج نفوسهم من أمور وتصورات وخواطر فإذا بالقرآن أيضا يخبرنا بأنه لمكانة أهل الإسلام فإذا هو يتحدث عنهم ويكون الحديث عنهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها شيء من هذا الخبر وغير ذلك في القرآن العظيم الآيات التي بين أيدينا حقيقة لها من الأهمية الكبرى عندما أدركنا أن الآيات السابقة تحدثت عن قضية العلاقة العلاقة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجتمع المسلمين مع من حولهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكانت هذه الآيات أو الآيات السابقة في صدر السورة أول ما تحدثت فكان الحديث كما تبين لنا حديث عن ذاك الوفد الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران وأفضنا الكلام على وفق ما ذكرت الآيات وكلام العلماء من المفسرين والأحاديث الواردة في هذا الباب ثم بعد ذلك أعقب ذاك الذكر إشارة أيضا إلى الفئة الأخرى من أهل الكتاب وهم اليهود ثم يعني بعد ذاك البيان سبحان الله العظيم وخصوصا ما كان يعني بالنسبة لنصارى نجران والأمر الذي كان سببا رئيسا في صدهم عن قبول الحق مع ما وجدوا ومع ما استقر في نفوسهم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو نبي آخر الزمان وأنه جاء بالحق وأنه مصدق بالكتب التي أنزلت من قبله ومصدق بالرسل الذين أرسلوا من قبله وخصوصا موسى كليم الله عز وجل وعيسى روح القدس عليهم الصلاة والسلام فتبين لهم وأن وصفه في ذاته وأخلاقه كما هو موجود في كتبهم ولكن هناك أمور صدتهم عن قبول الحق كان أعظمها بالنسبة لنصارى نجران هو تلك العلاقة التي كانت بينهم وبين قيصر الروم وما ترتب عليها من عطاء ومن ساعة في المال والثراء وأن يعيشوا عيشة رغد فهنا وقفوا بضعف أمام هذا الأمر واستشعروا أن قبولهم لهذا الحق فإن لازمه أن يفقدوا ذاك العطاء هكذا ظهر لهم فصدهم هذا الأمر عن قبول الحق وكذا اليهود مع ما في قلوبهم من الحقد والحسد إلا أنهم وهم أرباب المال وجماعه فإنهم رأوا أن في قبولهم للحق قد يكون أنه يفقدهم تلك المكان ويفقدهم أيضا ذاك الوضع من العيش ورغده وجمع المال وأن يكون ذلك بأيديهم فخشوا أن هذا الأمر قد يحرمهم ذلك مع الحسد والكبر وما كان ينظر إليهم بالإمامة في العلم باعتبارهم أهل كتاب في مجتمع أهل كفر وشرك ولذلك ما استطاعوا أن يقفوا موقف الحق حتى مع هؤلاء المشركين فعندما سئلوا من كفار قريش سائلين أهل الكتاب من اليهود هل ما هم فيه أي كفار قريش خير وأفضل أم ما عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فأخبروهم بأنما أنتم عليه خير مع إدراكهم بأنهم ليسوا على كتاب ومع ذلك دفعهم الحقد والحسد على الشطط في التقويم والوزن فلذلك تلك المرحلة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضوان الله عليهم كما قلنا على مبادئ الدين وعلى مراتب الإسلام وعلى شعائر الدين وعلى أخلاقه وآدابه وقيمه فإن أيضا ذاك المجتمع الذي يعني هو الصحابة رضوان الله عليهم بالذات الأنصار فإن الفترة قريبة فترة ماذا؟ فترة علاقة بأهل الكتاب فترة علاقة باليهود ما كان بينهم من الصلاة ما كان بينهم من المودة ما كان بينهم من المؤانسة ما كان بينهم من المصالح والعلاقات التجارية بل ما كان بينهم من المصاهرة والاتصال في هذا الجانب وما كان بينهم من السمر والملاطفة وغير ذلك من الأمور ثم أنهم الآن أصبحوا قد قبلوا واتجهوا على طريق سيجعلهم بعيدين عن أولئك الذين كانوا يخالطونهم آناء الليل وأطراف النهار والإنسان يحن وخاصة عندما يطول الزمن وخاصة عندما يجد الإنسان مثلا من مشقة أو تعب أو موقف أو غير ذلك فإنه تتوق نفسه إلى سالف زمن وما كان يذكر من لذة وسعادة وخصوصا أن النفس أمارة بالسوء وخصوصا أيضا أن هناك عدو يحرك هذه المشاعر وينتظر فرص الضعف ليفتح على الإنسان تلك الأبواب حتى يرجعه إلى ما كان عليه فهنا نجد أن هذه الآيات المباركات تبني لبنة في هذا العلاج العظيم وتثبيت هذه النفس وإضاح الأمور لها حتى يكون اتخاذها للموقف بجلاء وبمنهج صحيح فلما كانت الدنيا ولما كان السلطان والجاه ولما كان أمر الملك وما يترتب عليه من الأموال وغير ذلك والعطايا أمور كان لها أثرها في صدود نصارى نجران واليهود عن قبول الحق فالله سبحانه وتعالى قرر تلك الحقيقة العظيمة في قول الله عز وجل كما مر معنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ثم يعني كيف أسس هذه الحقيقة على حقيقة عظيمة وعلى برهان كبير وهو برهان الخالقية برهان الخالقية وبرهان التدبير تدبير هذا الكون وأنه لا يمكن أن يكون إيجاده إلا من خالق عليم قوي قادر ولا يمكن أن يكون تدبيره بهذا النظام المحكم إلا من لدن حكيم خبير لطيف جل جلاله فلذلك أتبع تلك الحقيقة العظيمة بهذا البرهان العظيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بعد أن ذكر الحال الذي كان عليه أهل الكتاب وبعد أن بيّن أسباب الصدود بيّن تلك الحقيقة وبيّن أن ما اعتمدوا عليه إنما هو جروف نهار وأن ما اعتمدوا عليه إنما هو وهم وأن من أدرك هذه الحقيقة فإنه يتبين له أن كل من اعتمد على ما ذكر فإنما يعتمد على وهم ويعتمد على تخيل على تخيل لا يمكن أن يثبت وأن يستمر الحال معه ثم أيضا أن في ذلك تضمن بشارة بشارة لهذه الأمة التي أقبلت على الله والتي صدقت بكتاب الله وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم والتي استجابت لأمر الله واستجابت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرها الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يملك الملك وأنه ينزعه ممن يشاء أي بأن ما أنتم عليه إن صدقتم وثبتتم فالبشارة لكم أن يكون هذا الأمر فيكم وأن ينتقل الأمر إليكم وأن تكونوا أنتم أنتم من يكرمكم الله ويمكنكم في الأرض ويكون لكم الملك في هذه الدنيا فهذه بشارة تضمن ذاك الخبر هذه البشارة من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تحقق ذلك لهم رضوان الله عليهم في زمن الخليفة الراشد وما حصل من التوسع للمسلمين مكانا وإنسانا بذاك الأمر العظيم حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها وبلغ تلك الآفاق وأصبح أتباعه أضعاف أضعاف ما كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن تلك بشارة فبعد أن تبين ذلك فإن الله سبحانه وتعالى من غاياته في هذا الكتاب العظيم أن يثبت أهل الإيمان على الإيمان وأن تمتلئ قلوبهم يقينا يقينا يجعلهم صادقين في طريقهم إلى الله ثابتين على دينهم وأعمالهم وعباداتهم ثابتين في ميزانهم ميزان الحق الذين يزنون به الأعمال ويزنون به الناس ويزنون به كل الأشياء فإنهم يزنونها بميزان الحق فلذلك جاء التوجيه الصريح التوجيه الصريح في أن من أعظم الأسباب التي تجعل هذا المسلم السائر على الحق أن ينحرف عن طريقه وأن يختل ميزانه وأن يتجه اتجاها يأخذه بانحراف عن الصراط المستقيم الذي هو فيه ما هو هذا الأمر الذي نهايته توصل هذا المسلم إلى تلك النهايات الخطيرة وتلك النهايات الخاسرة وتلك الغايات التي لا يرضاه الله عز وجل وتصل بالإنسان إلى أن يخرج من حياض الدين ومن الصراط المستقيم إن الأمر الذي تلك نتائجه وتلك نهاياته إذن هو طريق خطير وهو مسار خاسر بيقين فهنا أهل الإسلام الذين استوعبوا هذا الدرس في سورة آل عمران من بدايتها فهنا عندما تأتي تلك الحقيقة المتضمنة للبشارة والمتضمنة بأن هؤلاء الذين سيقبلون البشارة سوف يرون بأم أعينهم في ذاك الانتقال فإن النبوة انتقلت من بيت إسحاق إلى بيت إسماعيل وإن السلطان أيضا سينتقل بتلك البشارة ولكن ماذا إذا انتبهوا إذا انتبهوا وإذا كانوا على حذر من هذا الأمر الذي انسلكوه سيجعلهم يخسرون تلك الغاية العظيمة ويدخلون في غاية خاسرة بيقين هنا حقيقة أقول يأتي هذه الآية التوجيهية العظيمة والصحابة رضوان الله عليهم يعيشون تلك المرحلة والآن يعني مرت سنة وسنتين وجاءت أحد وسيقبلون على مواقف تجعلهم فعلا يشعرون بأنهم قد انفصلوا وأنهم قد ابتعدوا عن أناس كانوا هم أقرب الناس إليهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من أهل الكتاب أو سواء كانوا من قومهم ولكنهم سلكوا طريق النفاق فإن مرور الأيام والأحداث سيضطرهم إلى أن يكونوا مفارقين لهم في مواقف حاسمة فالتهيئة لذلك كله جاءت بهذا البيان العظيم في هذه الآية الكريمة الجليلة التي وقف معها الصحابة رضوان الله عليهم موقفا عظيما وبعد ذلك كان لها من المواقف أمور كبيرة جدا كان لها من المواقف أن عبد الله بن أبي الذي كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه الأوس والخزرج أن يكون ملكا عليهم ثم إذن ما معنى ذلك إذن ما هي مكانته في نفوسهم وما هو الميل إليه وما هو الثناء الذي كان يخرج من ألسنتهم عنه ثم الآن وحاله ما وصل إليه وموقفه ما كان عليه وما يتطلب ذلك من موقف صارم منهم معه فإن ذلك الأمر والأيام كما قلت والأحداث ستضطرهم إلى موقف صارم معه وأحد ستأتي وسيكون له ذاك الموقف لكن ننظر الصحابة عندما تميزوا بأنهم يقبلون على القرآن قراءة وتدبرا وفهما ثم إيمان ويقين ثم خضوع وعمل فماذا كان موقفهم مع عبد الله بن أبي الذي كانوا قبل أيام يريدون أن ينصبوه ملكا عليهم ثم عندما فعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لقد كان لعبد الله بن أبي طريقة في المخادعة كان إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر وألقى السلام على المصلين وقف المؤذن ليؤذن وبعد انتهائه وقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي خطبته يقف عبد الله بن أبي ويتجه إلى المصلين إلى المهاجرين إلى الأنصاق ويقول لهم هذا رسول الله قد جاء إليكم فأصغوا له وأسمعوا وبعد الرجوع من أحد وموقفه السيء الخسيس الذي كان منه ومن جماعته من المنافقين جاء إلى المسجد يوم الجمعة ليقوم بنفس الدور وليؤدي نفس الموقف فماذا كان موقف الأنصار قومه نسبا قاموا إليه وجبذوه من ثوبه وقالوا اجلس عدو الله لست أنت المؤهل لمثل هذا الكلام إن ذاك الموقف وغيره كثير يعطينا الدلالة كيف كان يتعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع آيات القرآن كيف كانوا يفهموها وكيف كانوا يؤمنون بحقائقها وكيف كانوا يخضعون أنفسهم لمقتضاها اجلس عدو الله فإنك لست أهلا لمثل ذلك إذن أقول في ذلك الظرف ولهذا هنا نجد علماء التفسير عند هذه الآية يذكرون عددا من الأسباب لنزولها هي مجمل ما أشرت إليه فمنهم من ربط الأمر بنصارى نجران ومنهم من ربط الأمر باليهود ومنهم من ربط الأمر بالمنافقين ومنهم من ربط الأمر بما بقي من مجالسة بعض الأنصار لبعض اليهود امتدادا لما كانوا عليه قبل بعثة النبي ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخولهم في الإسلام فكانت تلك العلاقات ما زالت باقية وتلك الصلاة وتلك السهرات وتلك السمرات كانت بينهم باقية فلذلك نزلت هذه الآية ما هي هذه الآية ما هي كلماتها وماذا تضمنت من التوجيه قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير هذه الآية العظيمة التي تضمنت هذا التوجيه العظيم نهي المؤمنين نهي المؤمنين نهي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وكما قلت لم يكن الصحابة يتعاملون مع القرآن على أنه كلمات تردد باللسان فحسب حاشاهم أن يكون هذا حالهم مع القرآن وإنما يعلمون علم اليقين أن القرآن هو رسالة الله التي ينقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عباده المؤمنين ليعلمهم بما يريد الله عز وجل منهم أن يكونوا عليه وأن مقتضى الإيمان الذي قبلوه ومقتضى الإسلام الذي تعاقدوا عليه أن يكونوا خاضعين لله وأن يكونوا مستجيبين لأمره وأن يقدموا مراده على مراد أنفسهم بل أن يجعلوا هواهم تبعاً لمراده جل جلاله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون حبهم وهواهم تبعاً لما يحبه الله جل جلاله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فهموا عقد الإسلام فليس لهم رأي مع حكم الله جل جلاله وليس لهم موقف وحكم مع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته صلوات ربي وسلامه عليه هكذا فهموا فالله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الله عز وجل له أولياء من الناس وللشيطان أولياء من الناس فمن هم أولياء الله من هم أولياء الرحمن أولياء الرحمن هم المؤمنون المتقون وهكذا أخبر الله عز وجل في القرآن فقال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن هؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان وأهل التقوى وعلى ذلك فإن قدر على قدر إيمان الرجل وعلى قدر تقوى تكون ولايته لله جل جلاله مقدار الولاية على قدر الإيمان والتقوى فكلما اكتمل الإيمان والتقوى في الإنسان كملت ولايته لربه وكلما نقص ذلك نقصت الولاية والعكس بالنسبة في مقابل المؤمنين المتقين يأتي الكفار والمنافقين فبحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق يتفاضلون في عداوة الله والبعد عنه فكلما كانوا في الكفر أعمق وفي النفاق أدخل فكان بعدهم عن الله عز وجل وعن موالاته سبحانه وتعالى ثم أن هذا الإيمان والتقوى فإن أصله الإيمان بالرسل واتباع الرسل لأنهم هم المبلغين عن الله وهم المبلغين لأمر الله وهم المعرفين بالله جل جلاله هم الناقلين للوحي الذي ينزل من عند الله فلذلك أصبح الإيمان بالرسل هو أصل الإيمان والتقوى ومن ثم أصل الكفر والنفاق ما هو هو الكفر بالرسل وبما جاء به الرسل وأيضا إذن الإيمان والتقوى أصل للولاية وأصل الإيمان والتقوى الإيمان بالرسل وبما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ثم أيضا أن هذه الولاية ولاية الله ليست هي مخصوصة بطائفة من الناس ولا بفئة من الناس وإنما هو أمر معروض على كل الناس ويمكن أن يدخل فيه كل أحد من الناس ثم أن الأنبياء هم أفضل الأولياء فأولياء الله من الناس أفضلهم الأنبياء وأفضل الأنبياء الرسل وأفضل الرسل أولو العزم وأفضل أولو العزم الخليلين صلوات الله وسلامه على الجميع فلذلك لا يقدم في الفضل أي ولي على أي نبي لأن النبي ولي الله مع النبوة فلذلك هو أفضل من جميع الأولياء من غير الأنبياء والرسل وكذا الرسل هم أفضل الأولياء من كل الأولياء من غير الرسل فإذن هذا أمر أيضا معلوم ومن يعني المحكمات عقائد أهل السنة والجماعة في هذا في هذا الأمر فإذن الأنبياء والرسل هم أعلى وصفوة أولياء الله عز وجل من البشر والرسل الصفوة الأخص وأولو العزم أخص من الأخص ثم الخليلين هم الخلاصة لهذه البشرية خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهما فإذن هذا بالنسبة لأولياء الله فالله عز وجل إذن هذه والله عز وجل تولى المؤمنين فقال الله ولي الذين آمنوا فولاية الله ولاية الله جل جلاله لمن للمؤمنين إذن من والى هؤلاء فقد والى الله والله عز وجل ما تولى الكافرين ولا تولى المنافقين فمن تولى الكافر والمنافقة فإذن هو ولي له وليس وليا لله عز وجل إذن هذه المدركات حقيقة والأمور الأولية البدهية التي لا بد من وعيها وأن الصحابة رضوان الله عليهم استوعبوا هذا الأمر بكل وضوح فالله سبحانه وتعالى ينهى ينهى المؤمنين ينهاهم عن ماذا أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين المؤمنون بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والله وليهم ويريد أن تكون أيضا الولاية فيما بينهم فلذلك من والى المؤمنين فقد استجاب لأمر الله وهو ولي الله ومن والى الكافرين إذن هو ماذا إذن هو ولي الشيطان وليس وليا لله ولم يحقق مراد الله لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هنا وقضية مهمة حقيقة لا بد أن نفهم أن دين الله عز وجل يؤخذ بكليته ويفهم بكليته فأمر العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض فلنعلم أن الله عز وجل قال واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونعلم أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين ما على الرسول إلا البلاغ وأن الله أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين فبلاغه لا بد أن يصل إلى كل أحد وهداه وسنته يبلغ بها كل أحد والبلاغ يقتضي ماذا نوعا من التواصل والعلاقة والتواصل والعلاقة برسالة تحتاج إلى قوة إقناع وكذلك تحتاج إلى ماذا إلى حسن اتصال بطريقة تجعل لذلك البلاغ قبولا ثم هذا التواصل سيترتب عليه أيضا شيء من المصالح والإنسان مفطور على ماذا على أن القلب يميل مع تلك المصالح بقدرها وبحسبها وهذه الأمور كلها في وحي الله عز وجل جاءت منضبطة ولا نكون محققين لذلك كله حتى نفهم ذلك كله فأخذ جزء والإغفال عن الأمور الأخرى هذا أكبر أسباب اتخاذ المواقف المنحرفة في قضية الولاء والبراء وعدم النظر إلى هذه المصالح بمجموعها والمرادات الربانية بمجموعها يؤدي إلى أن يقف الإنسان موقفا بعيدا عن الحق ولو كان فيما فعل يعتمد على حكم شرعي لكن الإشكال ليس في أن ما فعله مبني على حكم شرعي وإنما الإشكال في أنه قاصر عن مجموع الأحكام الشرعية كلها ولذلك ألسنا نجد في كتاب الله أن الله عز وجل لم ينهى المؤمنين أن يصلوا من قراباتهم وممن لهم حق بموجب علاقة النسب أن يكون منهم صلة لهم بقيود معينة كما طلبت أم سلم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت أمها إلى المدينة وسألته هل تصلها أو لا وقد كانت كافرة فأذن لها بأن تصلها في ضوابط وقيود ثم البلاغ والدعوة كما قلنا يحتاج إلى اتصال وعلاقة هو أمر مطلوب وذلك بضوابطه وقيوده ثم المصالح في المعاشي وأمر الدنيا أيضا بحقها وبحدودها وبي يعني ضوابطها التي جاءت في أحكام الله إذن فهم الولاء والبراء لا بد أن يكون في دائرة المنظومة كلها وليس في دائرة بعد محدود ثم نأخذه ونظن أن قضية الولاء والبراء كلها تفهم من خلال نوع واحد من تلك العلاقات وهذه أحسب أنها قضية لها أهميتها والوقوف معها مما سيوجد التوازن في هذا الأمر الخطير وفي هذا الموقف العظيم فوجدنا عندما حقيقة أصبح هناك خلل في هذا الأمر وجد يعني موقف الغلو ووجد موقف التفريق والتوسط في ذلك للأسف أصبح عزيزا وهو ميزان الحق والعدل الآخذ بذلك كله وهذا حقيقة يحتاج إن كان الإنسان ممن له حق التوجيه والتعليم والبيان أن يستحضر الأمانة في هذا الأمر وخطورته ومدى الإشكال الواقع فيه بين غلو وتفريق وأن لا يتحدث فيه ويبين إلا بعد رسوخ علم فيه وإن كان ممن ليس بهذه المكانة وإنما حده الظرف والحال أن تكون له علاقة مع هذه الفئة فإن عليه أن يسأل أهل العلم وأن يستبين الحق في ذلك وأن لا يفعل إلا بعد بيان وبعد رجوع إلى أهل العلم المعروفين بهذا الأمر وبحقه فإذن الله سبحانه وتعالى يبين ويوجه أصحاب رسوله صلى الله وسلم والمؤمنين بهذا التوجيه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إذن الأصل أن تكون ولاية المؤمن للمؤمنين وأن لا تكون ولاية المؤمن للكافرين قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاد وهذا هنا الآن يعني في هذه الآية استثناء لموقف وهو في قول الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاد لأن هناك فئة من الضعفاء إما أن يكونوا مضطرين للتعامل مع الكافرين فلذلك يأتي الحكم والبيان لأن هناك أصل عظيم في هذه الشريعة المباركة وهو أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق ولا يكلف فوق طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلذلك لما كان من الناس من هو بهذه الحال فلذلك جاء حكم خاص استثنيهم عن ذاك الحكم العام سواء كان هذا بموجب الحال الكائن من الإنسان نفسه أو بموجب حال من أحوال الكفار في أن يكون في مرحلة قوة للكفار وضعف للمسلمين أو باعتبار الفرد في وسط مجتمع الكفار فلذلك يكون له هذا الحكم إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير فالله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الحكم المطلوب والأمر الذي يلزم أهل الإيمان أن يمتثلوه فأيضا حتى لا تضعف النفس فكما أن النفس لأن النفس قد تضعف أمام المصالح الذاتية وأمام المصالح الدنيوية وأمام الهوى والميل النفسي فيكون للنفس الأمارة بالسوء أثر فلذلك تحتاج هذه النفس من أجل مصلحتها أن تنبه وأن تحذر فيقول الله عز وجل ويحذركم أي هؤلاء المخاطبين بهذا الحكم فاعلموا أنه إن خالفتم فليس بين الله عز وجل وبين أحد من البشر واسطة فالأمر إنما هو حكم الله من يلتزمه يكرمه الله ومن لا يلتزمه فإنه يهان فلذلك يقول ويحذركم الله نفسه وهذا حقيقة حقيقة من أشد التخويف والتهديد والترهيب والتحذير أن الله لا يخوفنا بعقابه وإنما يخوفنا بنفسه والتخويف بنفس الله عز وجل تخويف بالمصلحتين المصلحة الأولى في المنافع أن تحرم والمصلحة الثانية في دفع المضار بأن لا تدفع وتقع وراضح فلذلك يعني التحذير يعني بينما يعني التخويف بالعكوبة هو أخف من التحذير بالله جل جلاله فلذلك هذا التحذير حقيقة هو تحذير عظيم وهو يعطي دلالة على خطورة هذا الأمر وهذا الفعل وما له من عميق الأثر على استقامة المسلم على طريقه وثباته ما يكون لهذا الولاء والميل من أخذ هذا الإنسان من طريقه المستقيم ما له من أثر عميق فلذلك جاء التحذير فيه على قدر خطورته ثم وإلى الله المصير ختمت هذه الآية أيضا بهذا التهديد وإلى الله وليس المصير إلى الله بل إلى الله الله الذي حذركم نفسه فالمصير إليه هو جل جلاله فلذلك وإلى الله المصير وإن نظرنا قضية حقيقة القرآن وما تردد ذكره في القرآن فإننا لا نجد شيئا كرر في القرآن كما ذكر كما كررت قضية الإيمان بما ارتبط بها من العلم بالله وذكر الله جل جلاله وقضية الإيمان المأمور بها ثم إذا نظرنا إلى الأعمال فلا نجد شيئا كرر في القرآن كما كرر ذكر الله عز وجل سواء ذكر الله كأذكار أو أمرا به أو ما تعلق به من أحوال الذاكرين والثناء على الذاكرين ومن أثر الذكر على القلوب ومن أثر عدم الذكر على القلوب ومن ثمرة الذاكر ذكر الله ومن ثمرة عدم ذكر الله فإننا لا نجد شيئا بعد الإيمان كرر في القرآن وليس هناك من الأعمال ما كرر مثل الذكر ثم في قضية الخبر بعد العلم بالله والإيمان فإننا نجد قضية ذكر يوم القيامة يعني الأغلب أنها تأتي في الدرجة الثانية بعد ذكر الإيمان وذلك أيضا لأهميتها ولما لها من تأثير على صلاح هذا الإنسان إذن هذه الآية العظيمة في ظل ما سبق من الآيات ندرك معناها وما فيها من الاستثناء يعطينا الدلال على أن القضية لا بد أن تفهم في منظومتها الكاملة ولا تفهم في موقف واحد فحسب يعني في موقف واحد كحسب وإنما تفهم في ظل مجموع مفرداتها وأحكامها بهذا نفهم هذه الكلية العظيمة وهي قضية يعني أفردت بالتأليف في مصنفات ويعني تكلم عنها العلماء السابقين في ثنايا كتبهم وأخذت يعني بابا مطولا وكتابا واسعا في ثنايا مؤلفاتهم لما لها من تفصيلات ولما لها من أحكام كثيرة لكن حسبنا في هذه الآية أن نشير إلى هذا الأمر العظيم وإلى هذا الأمر الجليل الخطير والتحذير يعني من عدم أخذ الأمور بالموقف الواحد والجزء الواحد بإن الآية المحكمة وإن الآية الكلية والقضية الكلية التي لها ارتباط بفروع كثيرة فإنما تستوعب باكتمال فروعها باكتمال فروعها لا بالجزء الواحد منها ونسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن نسأل عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا مراده وأن يجعل قلوبنا تستيقن ذلك وأن يجعل جوارحنا تخضع لمقتضى مراده سبحانه وتعالى إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر